بس برضو حماسك دلوقتي بعد السنين دي كلها هي طبيعتك لا تتغير يعني انت فعلا انت على فكرة قروب قربنا نس انت يا فالح والله العظيم قروب لانه فعلا راح للي بجد مش هتعمل قياسات اخرى غير الفكرة اللي انت عايز تحققها وكب تعمله من قلبها وكب تقول من قلبها اصلا انا كان عندي برضو يعني تارجد جوايا كده مسخنني ومحفزني قمي والله العظيم بجد مدام اسعد ان في جيل او جيلين او تلاتة طلعوا ولسه حيطلعوا مش عارفين تاريخنا وابتدوا ما يبقوش واخدين بالهم ولا مرتبطين بي وده علامة خطر جدا جدا وتخوف جدا جدا ان احنا اي مكان في العالم اي بلد في العالم عندها من البلاد ذات الحضارة الحقيقية زي الحضارة اللي كنت بتكلمي عنها في بداية البرنامج الحضارات المبتسبة الحديثة المختلطة دي لا انا بتكلم على حضارة حقيقية زي حضارتنا دي لابد ان احنا نفضل حفظينها وعين لها ومحتري منها وبنجلها وبنعرف قيمتها وقيمت اللي عملوها وبالتالي نفضل محتفظين بهويتنا لو للحظة هويتنا بدأت تتلاخلخ تحت رجلينا ده اللحظة الحقيقية اللي نقول احنا في خطر طبعا ودي هي بدية ما قالها فترة عشان كده كنا عزين نعمل احنا كنا دول الوقت عمليين نقول يا جدعان احنا مش من البلاد اللي انتو بتجايبينها معاك وثقافتها بالضبط ده لازم يقف فعلا يعني انا مقدرش انا مش فهمة في ثقافات عملة تخش علينا مرعبة اه وبيتمسكوا باقيوا بتدوا يستغربوا مننا اه ايه ده اه ايه بتاع انت مجنوع يعني انت واحد بقولك انت ابن أصول تقول لأ انت ابن ناس تقول لأ تكتشفي بقى كمان ان ردود الأفعال الرائعة البديعة من سن كم عشر سنين وطعب ايوه حكيلي بقى ايوه احكيلي بقى الناس الصغيرين انا تخضيت من نجوميتها ولا من المادة ايا من المادة من المادة اه ان هما ناس صغيرين قوي يعني اول ناس حسنا من ردود الأفعال منهم اول حاجة انا اول اول لما بدأنا نعرض لحلقاتك وابنعرض لحلقتين في الأسبوع التويت بتاع حضرتك هو كان اول اندكيشن ان ده احنا عملنا حاجة كويسة يعني انا كنت في المونتاج ساعتها وما كنتش عارف حضرتك على السوشال ميديا فحد خد سكرينشوت نوران نوران بنت ايه اللي قالتلي ايوه فبعتتلي سكرينشوت بتاع التويت فانا ورت هالهم في المكتب وانا احنا بنمنتج مش عايز اقولك الناس عارفة اكنا انا وكنا مشغالين ماتشو جدنا جواني اصلا هي اللي قالتلي يا ماما ده في حاجة فيه فعل فيه بالله العظيم كلمتني ايه تماما فيه زلزال على واتش افتحي بص وهي بقى من نوع بتاع ابو ابو الثقافة دي يعني اه مش بتاعت لا لا بتحب ولا عارف احنا ثلاثة سكر نبات ما يعني مش او مش بتاعت العجل دي يعني احنا كيفات مختلفة اه ففعلا انا رحت فتحة انا حموت اشوف الكلام ده انا يعني يقصفني يقصفني اقول لكم ان انا خريجة ارشاد سياحي انا مكنش عارف المعلومة دي خالص لا انا نسيت ماهنش عدم المزولة بتخليكي او الممارسة بقيتها نسيت فانا اول ما فتحت زي والله العظيم كأنك جبتني زكريات من دنيا تانية خالص وبتديت هلمس بايدي اللي انا عشته شفت وانا بذاكر ايه ايه لا حجلت انت عارفه اه طبعا وذاكرت ونمت هناك فتخيل انا لما تبقى دي مهناتي كانت ويكون فات علي عمره زمن فانسيت التفاصيل فما بالك باللي مش عارف خالص اللي مش عارفين خالص ما انا تاني يوم من التويت بتاع حضرتك ده انا كنا بنمنتش في الزمالك المكتب في الزمالك فكنت بنزل اجيب حاجات من تحت وبتلكك عشان انزل اطلع بس اشم هوا بنقعد عدد ساعات رهيب في المونتاج فدخلت السوبر ماركت اشتري لبن وانا بروح منتش بالبيجامع انا عايش هناك بعدين دخلت كده السوبر ماركت واخد اللبن كده من غير بتاعه وبتلف فتلات بنات كده عمرهم 14 او 15 سنة لما شافوني راحوا قايلين او ماي جود ام الدنيا يعني من ايجيب التلاتة من ايجيب وتمش من ماظرة وتصوروا معي وبتاعه انا بمنام حاضن اللبن وبعدين بقيت محرج وقولهم انا عايزة تصور معادي اول مرة حتي تصور معايا فممكن انا اتصور معاكم كده قلت لقع من نفسك متعود يعني عادي وانا واقفت التلاتة كده وعملوا ماميز هما التلاتة وتصوروا ومشيوا فتكلمت سواسنا قلت لها اللي عالي صغير بتتفرج ايوة لان كانوا عندهم 14 15 سنة في الحدود دي والحد دلوقتي الفيت باكل على السوشال ميديا كله من الفئة العمرية دي وانا ده الشيء بسطني لانه الحدث بتاعنا اتحقق اتحقق طبعا يعني انا معتقدة ان الولاد الصغيرين من كتر ما دخل عليهم حاجات كتيرة قوي قوي هو بيدور بجد على حاجة تميزه يعني الهوية اه كل الناس تسمع راب وكل الناس تعرف ايه والسوشال ميديا انتعرف انا ابني مين ما هي دي انتعرف انا ابني مين انا ابني دول ايه بالزر دول اللي عملوا حضارة اتبنت عليها النهاردة كل الحضارات الحديثة دي وحاجة كمان على موضوع الهوية ده احنا في مصر جايز احنا البلد الوحيدة اللي عندنا هذا الكم من الطبقات الثقافية كوكتيل غريب مش موجود في اي حتة تانية ففكرة انك تبقي عندك ادراك بده ومعتزة به وحاملة للثقافة دي وللطاقة دي الثقافات دي طاقات فانك تبقي عندك ادراك بده وشي لا معاك ده هيأثر في شخصيتك بشكل مرعب ايوة ما هو انت كمان يا محمود انت لازلت بتحمل نفس التقوس وتمارسها بتحتفل نفس الاحتفالات وتعمل الحاجات في لغتك الكثير في كلام كثير ناقص ايه علشان نقول ان احنا ولاد الناس دول ولاد الناس دول اشترك في بقات واتشة الشهرية بتبدأ من 14 جنيه 99 قرش وبقات سنوية بتبدأ من 150 جنيه